ولان الوردن متجفف مهم جدا في شغل الريزن فتعالوا مع بعض اقول لكم انا جففت الورد ده ازاي وهنعمله ازاي بالتفصيل عندنا طريقتين هقول لكم عليهم في الفيديو دوتو كمان انا كنت عملت قبل كده تجارب وفيديهات زمان قولوا من سنتين كده والحاجة مموجودين برضه على القناة تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه انا جايبة دي بطاك سيلكا سيلكا جل وكنت جايبها من جروب الوكالة كنت شارياها من عندهم من مصر وطبعا هي موجودة يا جماعة هتلاقوها على امازون الناس اللي برا مصر هتلاقوها على امازون بتتبيع وهتلاقوها في عليك سيبريس هتلاقوها في كذا حاجة وكمان بقى اللي موجودين في مصر ففيه جروبات كتير وانا كنت شاريا دوت من جروب الوكالة خلاص طبعا بصوا هو فيه بقى منه احجام تقريبا باودر وفيه الحجم الكوار الزغانطة اللي انا جايبة دوت وفيه حاجة تانية فيها كوار مصفرة فبيختلف بقى الانواع كتير انا هنا جبت حبة وارد وكنت جيباها مخصوص عشان اعمل الفيديو دوت نات كتير بتسألني ازاي نستخدم الوارد في الريزن وفيه ناس بتحط الوارد زي ما هو كده بتوتفاجئ ان هو بيدبل وبيخسر لونه وبيتحرق وبيحصل له حاجة كتير قوي فمن ضمن الحاجات ان احنا لازم قبل ما نحط الوارد بتاعنا في الريزن لازم يكون الوارد ده مجفف فاحنا ممكن نشتري الوارد مجفف من مواقع من جروبات من اي حتة وممكن احنا نجفف الوارد بنفسنا وده اللي احنا هنتعلمه النهاردة وهنا شايفين الوارد الخطيرة دي بصوا انا الفيديو عملاق اساسر عشان اجرب الوارد دي وقلت ان انا اجيب معها حبة وارد تانيين علشان ان شاء الله يعني لو عرفت ان انا جففهم اطلاقوا حلوين ممكن نعمل بيهم حاجة حلوة للريزن ان شاء الله خلاص وهنا انا اساستهم بصوا الاول كنت بقص من العرق من بعيد وبعد كيه قربت يعني حاولوا تقصوا اقرب حاجة للوارد لو انتوا طبعا عاوزينوا بالشكل دوت لو انتوا عاوزينوا هتستخدموا وبنازل منه عرق خلاص تيبوا حتة عرق بس الافضل طبعا تقصوا كله وهنا بدأت ان انا اقطف الوارد نفسه الشجر بتاعها علشان برضه انا شفوا مفيش حاجة معانة في مخي بس انا بفكر انا وجيت اشتغل حاجة في الريزن هبقى محتاجة كمان اخضرات معي مسكت الوارد فتحته كده شوية علشان مهم ان احنا نحط السيليكا جيل يا جماعة في وسط الورق نفسه علشان تمتص الرطوبة هي دي فكرة شغل السيليكا جيل ان هي تمتص الرطوبة اللي جوه الوارد وبتخلي لونه وبتخلي قوامه زي ما احنا هنحطه جبت بقى علب بلاستيك المفروض ان احنا بنحط سيليكا جيل كاردية ونحطيهم عليهم الوارد وحاولوا تحطه بين الورق بتاع الوارد او كده كمان سيليكا جيل علشان تمتص كل الرطوبة اللي موجودة وبنغطيها بسيليكا جيل ما تخلوش اي حاجة متعرضة للجو لازم كلها تبقى في السيليكا جيل عشان نضمن ان السيليكا جيل هتنتصق كل الرطوبة اللي موجودة عندنا هنا انا كنت بحاول اشوف مثلا علبة انا كنت عايزة علبة زي دي بس لقيت ان انا لأ الورقة هي التانية وانا عايزة يعني انا هدفي الوردة دي صراحة يعني يمكن دول اللي هي الاشكال التانية اللي هما الكبار دول محتاجين قلب عميق انما دي مش محتاجة قلب عميق فنقدر ادخلها في الاولب اللي عندي وعمل بيها شغلة حال بس دول كمان انا هجيب لهم قلب مخصوص وعمل بيهم شغلة حالة ان شاء الله بصوا انا هنا كنت عادة بفكر انا ازاي هدخل السيليكا جيل جواها في الورق بتاعها ازاي فقلت اعمل خلاص دي وارجع لها تاني هنا انا حطيت حبة سيليكا جيل زي ما انتوا شايفين تحت وفضلت احط فوقها وزي ما انتوا عاوزينها بقى انتوا على فكرة ممكن تبططوها كمان لو عاوزين بس طبعا الناس لما بتستخدم السيليكا جيل بيبقى الهدف كله ان انتوا عاوزين الوردة تطلع كده منفوخة وحلوة بالاكتر بتستخدم ان لو حد مسلا عروسة عندها بوكيل فرح عايزة تحتفظ به ورد جايلك مخصوص وانت حابة تحتفظ به فحلو جدا ان انت تخليه بنفس زي ما هو كده ونحتفظ به وبعاك ينامي بي حاجة فطبعا يبقى حلوة يبقى مكتوب عليها مسلا اسم العروسة والعريز بقى وزكرة والحركات دي فهنا دي كانت اول مرة ليه الصراحة ان انا استخدم السيليكا جيل وزي ما انتوا شايفين انا حطيت الوردة وحطيت من تحتها وحطيت من الجناه وحاولت لدخل على قد ما قدرت بين الورقة بتاعها خدوا بالكم برضو من حاجة ان كل ما كانت الحبيبات دي زغيرة كل ما كانت تأثيرها على الوردة احلى ان ما تباش سايبة بصموت انا حتى فكرت والله طب ما انا ممكن ااخد بقى السيليكا جيل دي واطحانها مثلا اما اقصرها بحاجة هستبى باودر اكتر فانا معرفش الصراحة هل مفاولة هيبوزة لا بساطاك هل مفاولة مش هيبوز وممكن نعمل كده ورغم كده انا شفت كمان الحاجات اللي بتباع المواقع السيليكا جيل تبا كور اكبر فانا يعني معرفش ده كان اول استخدام لي الصراحة وعجبتني النسيجة قوي فبصوا زي ما انتوا شايفين كده انا عدت احط بقى سيليكا جيل ومهم جدا يا جماعة ان انتوا اضغطوا الكيميل معاي دول تقريبا نصف كيلو بس ما حدش يكتب لي في الكومنتات كانوا بكاملة ان انا طبعا ناسي انا جايبهم مثلا من ست شهور مثلا او حاجة كده اخر مرة كنتوا في مصر ومعرفشة كمان يمكن الاسعار كمان اتغيرت معطلوها الاسعار الفضيع للدنيا المهم ان انا معي نصف كيلو ونصف كيلو كفوا اللي هما قدامكم دول بس خلاص زي ما انتوا شايفين انا قررت ان انا اقطع كم ورد كده من الوردة واجففهم لوحدهم قلت ان ممكن يجيلي استخدام معين لهم للرزم وعلشان نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي بدأت ان انا غطيهم اتبقوا معي وردتين قررت ان انا استخدم معاكم طريقة تانية وهي طريقة انا سمعتين اللي عاوزين تحافظوا على ورد زي ده طبعا انتوا لو علقتوا بالمنذر ده واتف اي حتة هينشف بس لونه هيتغير انما لو علقتوا بالمنذر ده في الشميعة جوه دولاب الهدوم مقفول عليه يا جماعة في الضلمة هتلاقوا النتيجة مختلفة وهتعجبكم اوه خملوا معي الفيديو عشان تعرف هنا يا جماعة النتيجة اه بعد كده انا ما عنديش غطيان تغطي العيلة زي ما انتوا شايفين كده انا حطيتها في صندوق صندوق كيك ده انا عملت له اعلانات كده يعني المهم ان انا حطيتها في صندوق واقفل عليه في مكان ضلمة فمهم جدا ان انتوا تقفلوا عليهم وتحطوهم في مكان ضلمة وهنا انا كنت باختبارها بعد اربع تيام بصوا بقى في ناس بتقول اسبوع وفي ناس بتقول عشر تيام وفي ناس بتقول اربع تيام وفي ناس كملوا للفيديوهات اللي انا شفتها وفي ناس كملوا ان هو سبع تيام ولو الوردة تحرق وبوز ولونه غمق جدا وكده فعشان كده انا كنت بتابع فهنا دي اول فتح ليه وكانت بعد اربعة ايام وصراحة لقيت ورق الشجر حلو جدا ونشف خالص يعني خلاص لو قعد اكتر من كده مثالي ان هو هيتحرق وهيبوز ورغم ان هو كان ملامس السيليكا جيل من تحت انما من فوق لأ وتمام يعني بجد راحت منه رتوبة خالص ولا لونه تغير ولا حصل له اي حاجة خلاص تعالوا نشوف بقى الورد الورد لأ صراحة انا حسيتها لسه من جوة طري يعني قلبها طري شوية اه من هي من بارة ممكن تكون ناشفة بس من جوة لأ انا من جوة لقيتها طري وكررت ان انا احطها اه تاني تكمل التكفيف بتاعها خلاص بس على فكرة يا جماعة انا رجعت بعد كده شيلت كل ورق الشجر لان صراحة لأ شفت ان هو كده تمام وعجبني اوي وعجبني ان لونه تمام تعالوا بقى نشوف الوردة الاساسية نشفت جدا وبقيت تمام يعني كنت سبتها كتطبوز دي كده بعد اربع تيام اربع تيام النتيجة خطيرة عليها بجده النتيجة كانت حلوة جدا بعد اربع تيام بالنسبة لورق الشجر وبالنسبة للوردة دي انما الوردة دوت لأ ما زال جوة رتوبة انا فتحتهم كلهم تأكد ان اللي برا الفروع اللي برا اخدت ومن فوق اخد بس من جوة لأ لسه الوردة طرية فده معناه ان هي فيها رتوبة خلاص فانا قررت ان انا لملمت زي ما انتم شايفين الورق حتى الوردة دوت حتى الوردة ده كمان حسيت ان هو طاري وفيه رتوبة وسبتو حطيتو فانا رجعت احطيت تاني الورد البينك كله معادة الوردية الكبيرة دي هي اللي خرجت هي ورق الشجر خلاص هرجع اسيبهم كمان يومين ونرجع نفتحهم بعد ست ايام ونشوف النتيجة بتاعتهم بقت عاملة ازاي وزي ما قلت لكم يا جماعة ان اعملوا الموضوع دوتو وما تعتمدوش كمان على ست ايام والاربعة ايام زي عندي لان بيختلف من جو الجو شتة صيف انا عندي ايه انتو عندكم ايه حتى متهالي انه ممكن يختلف حسب كمان نوع السيليكا جن نفسه وقوة انتصاصه تعال نشوف الوردة اللي كان في الدولايب شايفين شكله انا شوف ان النتيجة جميلة بس ما زال لسه اه في حتة طرية فدخلته كمان الدولايب تاني وقلت يكمل مع الوردة التاني وشايفين لونه كمان جميل اه لونه تغير شوية اغمق شوية بس مش زي الوردة اللي بيتساب برا وهنا بقى بعد ما مر يومين كمان الست ايام كده الوردة ده بقى له ست ايام شايفين الوردة اللي في الدولايب الوردة التانية يا جماعة وقعت مني جواد دولايب ومعرفتش اجيبها وقتها المهم ان دي الوردة شايفين نتيجتها صراحة نشفت شكلها كمان حلو جدا يعني لما عندكمش السيليكا جل وعلقت الوردة بالمنظر ده الصراحة جميل بالنسبة الوردة المسطحة بتاعتنا البينك دي لو كانت اتحطت فمتعلي كتطبوز بقى اي احنا هندلدلها كده اه طيب ما هي الوردة بتاعها هينزل لتحت الورقة بتاعها دوت هالفروح هتنزل لتاته بشكلها وهيش فالصراحة ده كان افضل حالة سيليكا جلية والبديل هيبك كتاب انما ما ظنش ان احنا نعلقها يعني خاص تعالوا نشوفها الوردة بتاعنا اخبار وايه يا طرى نيشف ولا لا فبصوا بصوا طلع نيشف الحمد لله والنتيجة بتاعته حلوة انا بخبطه طبعا عشان هتطلع اي بقايا للسيليكا جل جوه بصوا الفروح بتاعته فتحت كده بشكلها لا شكلها بقى وردة جميلة صراحة انت هتحطف الرزن اكيد هتدي شكل حلو وزاعت ان الرزن هتديها لمعة كمان حلوة بصوا بقى الفرق بينها وبين الوردة اللي دخلت الدولاب الوردة اللي دخلت الدولاب لونها اتغير شايفين فرق اللون رغم ان هي نفس الوردة وحسيت كمان ان الوردة اللي دخلت الدولاب يا جماعة كشت حجمها صغر انما الوردة اللي دخلت في السيليكا جل فضل حجمها زي ما هو ودي ملحوظة مهمة جدا يعني تخيلوا ان الوردة هيصغر لما يتجفف في الطريقة دي انما في السيليكا جيل هتحافظه على مقاسه خلاص وانا هنا كنت جمعت كل الورق الشجر وهبدأ اطلع كل الورد التاني معي عايز اقول لكم برضو معلومة حلوة على السيليكا جيل اه تقدروا جماعة يستخدموها اكتر من مرة يعني النوع اللي معي دوت انا هستخدمه اكتر من مرة لغاية ما يصفر شوية واقدر بقى اعيده هو يصفر شوية من كتر ما هو امتصر رطوبة فاحنا بعد كده بنولع الفرن ونروح طفيين الفرن ومدخلينه على صانية هيفكد تاني يعني هيرجع تاني لطبيعته هيفكد الرطوبة اللي جات فيه اقدر استخدمه وتبقى نتيجته ممتازة من اول وجديد هلوس بص انا هنا كنت بشوف بقية الورد بتيج بص جماعة شكلها انا عجبني جدا الشكل بتجد النتيجة طلع الوردة تفتح النفس وشكلها حلو وان شاء الله يعني عندي حماس فضيئ انا فكر لها بس انا عمل بها ايه رزن اواجب لها قلب عميق كده حلو نستخدمها فيه وان شاء الله نعمل البروجيكد ده مع بعض خلاص فاللي عايز بقى يلحق يجفف كده حبة وردة علشان نعمله ان شاء الله مع بعض وهنا انا كنت بجمع الوردة اللي انا عملته وتعالوا نشوف في الاخر النتيجة عاملة ازاي لو ودي كانت النتيجة بتاع التكفيف الوردة والنتيجة حلوة جدا وعجبتني اوي ان شاء الله نستخدمها مع بعض في الرزن لو فيديو ده عجبكم والوردة كمان عجبكم يبا لازم تعملولي لايك وكمنت واكتبولي في كومنتات انتو بتبعوني من اي بلد ولسه مشتركش في القناة اشتركوا لانا الفيديوهات جاية كتير لسه تنسوش اللي لايك وكمنت من غير فلوس بس اكبر ده عملية سلام عليكم